اه ليه بقى كابتن جوزي ما كانش بينزل الملعب يضرب الا ازا كان احمد نيجي موجود هي دي قصة طبعا اه بتت يعني بتحصل لما يحصل في عشرة انا اجازيات انا كنت باخدها في البرتغال يعني بامر منه يعني خلصت انا مفروض اعود مع عائلتي مع اهلي لأ معلش مش فاهمها يعني انا اخدنا اجازة اخر السنة فيديني ازواق في مصر اروح اكمل اجازة في البرتغال في بيته عشان نفضل عديم مع بعض اه انت بتروح للبرتغال بروح له اروح عنده هو بيت صيفي كده في حتة اسمها الجرف زي شرم الشيخ كده وكده ويقعد يدلعني بقى ويفسحني ويأكلني وانام في العربية طبعا ايه بس هو كان هو مرة كنت معاه وروح اكلني سمك وخدني في العربية عشان يفرجني على اه حتة جميلة جدا في الجرف دي هو عمال يتكلم يتكلم هو حتى الهب في احد البرامج يعني هو عمال يتكلم يتكلم لأني واكل سمك بقى وعمال يقولي البلا دي مش عارف ايه والده مش عارف من سنة كام وده وانا مستمع ولا حاجة نايم اه حقق طيب اشتركوا في القناة